لم تعلم حجارة الحي الشمالي في إدلب أن الفتى الذي احتضنت طفولته ودكان أبيه سيصبح الملياردير السوري غسان عبود شفتهم ريبطين استاذ من بيت بذكه لحنة بذكره وعمال بيسحبوه بكعب السيارة وهو ميت وتقريبا خط الدم من رأسه عم يطلع بتشوفه على حرف الزفت دموع والدته وخيط الدم المنساب على شوارع قهر مدينته في الثمانينيات شكلا بداية وعي غسان عبود بثقافة الخوف التي فرضها آل أسد على سوريا لقيت أبي أو أمي ليبسين لباسة طلعة يعني لقيت أبي ليبسين لباسة من المنامة وأحضين هيك وخايفين وفي شي يعني بعينيهم خوف ما شفتوا أبدا مرة بحياتي حياة عبود لم تكن عسلا خالصا تخرج من كلية الصحافة في دمشق عام 1991 وأغلقت دونه أبواب العمل في بلد سدته المحسوبيات والطائفية حتى طالت الدواء ولقمة الخبز أعيته الحلة وهو يرقب موت زوجته الحامل وجنينها معا لعدم قدرته حينها على دفع تكاليف العلاج حاولت وعي وجنبا حاولت أمي شيء وتوفيتي وجنب غادر غسان سوريا ووظف الأسى كدافع للإنجاز الفقد كان نقطة تحول كبرى ليصبح اليوم وفق مجلة فوربس الملياردير السوري الأشهر في سوق الضيافة عالميا دعم غسان عبود مشاريع إغاثية شتى في سوريا وبقي هاجسه الأكبر أن تعود سوريا دولة ديمقراطية عادلة خالية من مغتصبها كل بساطة لأنه أنا أولى وبقدر وصاحب موقف وما أغير وهذا أنا وهذا اللي شاهدوني عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة